حاكم شتاير مارك يطالب وقف لما شمل أسر اللاجئين في الاتحاد الأوروبي طالب يوقف لما شمل نعم بشتاير مارك يعني بسبب الضغط على موضوع اللجوء يعني مع الأسف عما نشاهد نحن من طرف فيه تشديد على طالبي اللجوء من طرف موضوع الزامن بشيء معين وآخر يطالب بإيقاف لما شمل بشكل كامل أو جعله مثله مثل موضوع بس كل أنه أسبابه على فكرة أكيد كنا له أسبابه يعني هذا بيكلام عن موضوع النظام الصحي هذا عم بيحكي عن نظام التعليم ولكن هذا لا يلغي أن النمسا وغيرها ملزمة باستقبال طالبي اللجوء وعائلاتهم ضمن القوانين المشرعة الذي يحصل على الإقامة الدائمة فلابد من إعطائه حق لم يشمل وإلغاء هذا الحق هذا بصراحة هذا إجرام أن الشخص الذي ترك وطنه وجاء إلى النمسا لم يأتي إلى النمسا إلى السياحة لربما بعضهم جاء إلى السياحة ولكن البعض الآخر والغالبية العظمة هي هربت من هذا الصراع العرثي الموجود اليوم في سوريا طيب أنت مش خايف أن استخدام الكلام ده أن نحن نقول دايما النمسا ملزمة النمسا ملزمة النمسا ملزمة أن يتخذ قرارات على مستوى البرلمانات أن النمسا تحل نفسها من الالزام ده طالما هو بيؤثر على مستوى المعيشة اللي فيها بدا تطلع من الالتحاد الأوروبي أو بدا تسير عبارة عن نكرة شأنها شأن هنجاريا بالاتحاد الأوروبي والنمسا لا أعتقد أنها ستصبح دولة نكرة في الاتحاد الأوروبي إذا كانت تريد فرملت أو إعادة إنتاج قانون اللجوء فيهب أن يقوم هذا من خلال البرلمان الأوروبي وعلى مستوى أوروبي ولن تصبح النمسا دولة نكرة شأنها شأن معظم دول شرقي أوروبا لا بس أنت أخذ بالك أني برضو المجر بتتعامل معاملات خارج النطاق الأوروبي دولة نكرة دولة نكرة لا فينا نقول دولة المجر يعني ما فينا نقول هي دولة بالاتحاد الأوروبي هي دولة محسوبة على الاتحاد الأوروبي هذا الواقع أما هي دولة بالاتحاد الأوروبي لا عندها يورو يعني ما لا هي ليست باليورو فبالتالي هي يعني مثل سلوفاكيا سلوفانيا الدول هايلي تشيكل كذا الدول التي تعيش على جانب الاتحاد الأوروبي ما عنده لجوب لا لا ما يصيره يكون عنده العملة المؤحدة شيء آخر ما هي هذا القضية حاليا نحن نحن نحكي حاليا أستاذ زندوحشا ما ندخل بتفاصيل موضوع متشعب للغاية هذه دول تعيش على جانب الاتحاد الأوروبي يعني بالغار يا رومانيا ما أنه يجيو بيشحده هون بالمحطات بالنمسا وغيرها سيدي الكريم